الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الحوادث الكونية العظيمة تؤثر في نفوس الناس ومن تلك الحوادث حادثة كسوف الشمس فإن الشمس قد كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان لها واقعة عظيمة أوردها الإمام البخاري من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم وممن روى هذه الواقعة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الرقوع الأول ثم رفع ثم السجد تلاحظون هنا أنه قال نحوا من قراءة سورة البقرة وذلك لأن ابن عباس كان صغير السن فلم يفهم من الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي السورة التي قرأها ومن هنا قال أحمد بأن الصلاة كانت جهرية بينما قال بعض الفقهائي بأن الصلاة كانت سرية وانظروا كيف ذكر أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة لما رفع من الركوع الأول قال سمع الله لمن حمده ثم عاد للقراءة مرة أخرى ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى إلا أن قيامه وركوعه كان أقل مما كان في الركعة الأولى ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف والشمس قد تجلت وظهر نورها فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى انظر أمرهم بالذكر قالوا يا رسول الله إنا رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت أي رجعت وتركته فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة في مقامي هذا فحاولت أن أتناول منها عنقودا لو أصبته لأكلتم منهما بقيت الدنيا وإني في مقام هذا نظرت إلى النار فلم أر منظرا كاليوم أفضع من النار ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قالوا أيكفرن بالله قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط وهذا فيه تذكير للإنسان بأن يشكر من كان له فضل عليه أو أنعم عليه ممن روى هذه الواقعة واقعة الكسوف أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تقول أسماء أتيت إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فدخلت على عائشة وهي قائمة تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت عائشة بيدها إلى السماء فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت عائشة برأسها النعم فقالت أسماء فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت معه حتى تجلان الغشي يعني بدأ عليها الإغماء وبدأت قالت وإلى جنبي كربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب على رأسي الماء وفي هذا أن العمل القليل الذي لمصلحة الصلاة لا يؤثر عليها قالت عائشة قالت أسماء رضي الله عنها فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم أقام ثم قال المقصود أن عائشة أن أسماء رضي الله عنها ذكرت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف كما ذكر غيرها كل ركع بركوعين وفي كل ركع سجدتاني وذكرت الإطالة في جميع أركان الصلاة قالت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس قد تجلت الشمس يعني ذهب عنها الكسوف خطب الناس فحمد الله عز وجل بما هو أهله وأثنى عليه ثم قال أما بعد قالت فسمعت أصوات نساء من الأنصار فذهبت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتها عائشة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي كانت بعد خسوفه بعد صلاة الخسوف قال أما بعد ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى دنيت من الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطوفها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم أي تأخذهم بالنار قال فإذا امرأة تخدشها هرة قلت ما شأن هذا قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ثم قال وإنه قد وحي إلي أنكم تفتنون مثل فتنة المسيح الدجال ويؤتى أحدكم فيسأل ما علمك بهذا الرجل ما هي هذه الفتنة وما الذي جاء فيها لعلنا نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا نتناول حديث أسماء رضي الله عنها في ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخسوف وكان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إنكم تفتنون في قبوركم فأما المؤمن أو الموقن فإذا سئل عن هذا الرجل وقيل ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم قال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا وصدقنا هو محمد ثلاثة فيقالوا نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به يقابله المنافق والمرتاب يقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فتقول فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه وكان مما أمر به صلى الله عليه وسلم في الخسوف الصدقة والعتاقة هكذا أيضا روت عائشة رضي الله عنها حديثا فيما يتعلق بصلاة الخسوف وهو يتوافق مع ما رواه ابن عباس وروته أسمى إلا أن فيه شيئا من الزيادات قالت عائشة دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة وتسألاني عائشة فتصدقت عائشة عليها فقالت هذه المرأة اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر فسألتهم أفي القبر عذاب فقالت نعم إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت عائشة فكذبتهما ولم أصدق حديثهما وما هو إلا قليل حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقد جاءني عجوزان فأخبرتان بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صدقتا عذاب القبر عائذا بالله من ذلك إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت عائشة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا ذات غدات مركبا فخسفت الشمس كان قد ذهب خارج المدينة فرجع في الظحاء فمر بين ظهراني حجر نسائه فخرج إلى المسجد وبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة فأقبل الناس فصف الناس وراءه فكبر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام وجهر تقول عائشة وجهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بكراءته فاقترأ سورة طويلة فلما فرغ من كراءته كبر ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد بل أطال القيام وهدون القيام الأول وافتتح بسورة أخرى وقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم كبر وركع فأطال الركوع دون الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيه أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد ثم سجد سجدتين فأطال السجود قالت عائشة ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأذنى عليه بما هو أهله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يريهما عباده لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وافزعوا إلى الصلاة وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى يفرج عنكم ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يغار الله من ذلك ثم قال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتمني أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حينما رأيتمني تأخرت ورأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار وهو الذي سيّب السوائب يعني هو الذي أمر العرب بأن تترك الإبل مسيّبة قربة لله وهو الذي قرب الأصنام وجعل أعادها إلى العرب ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر تقول عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله فيها من عذاب القبر وأما عبد الله بن عمر فقال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة يعني في ركعة وذكر ما ذكر الصحابة الآخرون في صفة صلاته بقية أحاديث الصحابة عن صلاة الكسوف نأخذها بعد الفاصل مرحبا بكم أخوتي بعد هذا الفاصل لنذكر بعض أحاديث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خسوف الشمس ممن ذكر خسوف الشمس الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري يقول خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله ثم قال هذه الآيات يعني العلامات الظاهرة والبينات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه والسغفارة قد يقول قائل بأننا نتمكن من معرفة وقت الكسوف والخسوف بواسطة الحسابات الفلكية وحينئذ هل يبقى للخوف مجال ونحن نعرف به قبل فيقال معرفة وقوع الشيء قبل وقته لا يعني انتفاء الخوف منه ومن آثاره وبالتالي فذلك لا يعني ألا نخاف عند وقوع الخسوف والكسوف إذن لماذا نخاف نخاف لأسباب عدة سأذكر نماذج منها أول ذلك أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان كبيرتان لهما مكانة ولهما تأثيرهما وقد غير الله عز وجل أحوالهما في لحظات فإذا وقع ذلك على هاتين الآيتين العظيمتين فحينئذ لا يأمن الإنسان أن يغير الله جل وعلا حاله فيخاف أن يقع به من تغير الحال ومن ذهاب ما لديه من الخيرات كما ذهب ضوء الشمس والقمر والأمر الثاني أن خسوف القمر وكسوف الشمس يذكر الإنسان بزوال ما كان يعتاده فالحياة الرتيبة التي كانت تجري في حياة الإنسان قد تنسيه قدرة رب العزة والجلال فإذا وقعت هذه الآيات العظيمة من خسوف وكسوف جعله ذلك يتذكر قدرة الله جل وعلا وأن ما كان معتادا يمكن أن يغيره رب العزة والجلال ومن الأمور في ذلك أيضا أن ضوء الشمس وضوء القمر في ليالي نصف الشهر القمر نعمة كثيرة تسفر بها الأرض وبالتالي فذهاب ضوء هذه الأجرام العظيمة يجعل الإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا بإعادة النعم وببقائها وبالتالي يخاف من الله أن يزيل عنه نعمه التي أنعم الله بها عليه وهكذا أيضا من مخافة الله جل وعلا أن تخاف من يوم القيامة ففي يوم القيامة يخسف بالشمس والقمر ويكور كل واحد منهما ويذهب ضوءهما وبالتالي تتذكر بخسوف القمر وكسوف الشمس ذلك اليوم العظيم الذي سيقع عليك لا محالة والذي له أهوال كبيرة عظيمة وبالتالي تتذكر تلك الأهوال فتخاف من الله أن يقعها عليك وهكذا إذا علمت أن ذلك الضوء وذلك النور الذي تهتدي به في ظلمات الأرض من نور الشمس والقمر ومما جعله الله فيهما من النور أذهبه الله عز وجل في لحظات فإنك تخشى على نفسك أن يذهب عنك نور الهداية ونور الاستقامة وبالتالي تخشى من الله جل وعلا أن يزيل عنك هذه الأنوار العظيمة وهكذا أيضا لا يأمن الإنسان أن يكون وقت الكسوف والخسوف قد تحدث فيهما من الأمور الكونية شيء لا نتصوره في واقع أحوالنا فبالتالي هذه الآيات العظيمة تزيد خوفك من الله سبحانه وتعالى زادنا الله وإياكم مخافة منه وجعل تلك المخافة سببا من أسباب دخولنا الجنان كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن رجاه وممن أحبه وممن توكل عليه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة